زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون شخصية تعتبر غريبة واستثنائية وهو مثار جدل أينما اتجه وخاصة مع تزايد رحلاته الخارجية في الآونة الأخيرة خاصة طريقة تعامله مع شعبه وحراسه وأيضا التبجيل والتقديس الذي يقدمه الكوريون لكم من المظاهر الغريبة التي ترافق كم في الزيارات الرسمية هي أعداد كبيرة من الحراس الشخصيين يظهرون دوما وهم يركضون خلف موقبه وإلى جواره ويرتدون بدلات سوداء وربطات عنق أنيقة مثل ما نرى في هذه الصورة على سبيل المثال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زار روسيا والتقى بالرئيس الروسي بلاديمير بوتين في أول قمة بينهما وكالعادة لم تخلص زيارة من الإجراءات الغريبة والخاصة بالزعيم الكوري حيث توجه كيم إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية على بتن قطار مصفح ولكن لماذا سافر بالقطار؟ بحسب الأخبار المتداولة عن الزعيم الكوري الشمالي فالقطار هي وسيلة التنقل التي يفضلها دوليا لذلك اتجه به إلى مدينة فلاديفوستوك وهي أقرب مدينة روسية كبيرة للشريط الحدودي الضيق الذي تتقاسمه روسيا وكوريا الشمالية لكن ما شغل روال مواقع التواصل هي لحظة وصول قطار كيم إلى رصيف المحطة حيث اندفع عدد من الحراس كما في هذه الصورة يمسحون بعناية فائقة أبواب القطار ومقابض القطار كما تشاهدون في هذه الصورة بعدهم يستخدموا قفازاته والبعض الآخر يستخدموا ممساحة من أجل تنظيفها قبل أن يلمزها أو قد يلمزها الزعيم الكوري ورغم كل هذا الحرس من الحرس للعناية بأدق التفاصيل إلى أن القطار المدرع تعرض لموقف أخر خروج الزعيم الكوري الشمالي من القطار ذلك الموقف بأن القطار لم يتوقف عند السجادة الحمراء المعدة التي مدت لاستقباله في محطة فلاديفوستوك الروسية وبالطبع بدأ الارتباك الشديد على الحراس لتلافي ذلك الموقف واضطر سائق القطار للرجوع بضعة أمتار لضمان أن يفتح باب كيم عند السجادة الحمراء مباشرة أمام مستقبلية تأخر كيم في النزول لدقائق من القطار ذلك الأمر أثار ردود الفعل على موقع التواصل لما يعتقدون بأنه بطش الزعيم الكوري الشمالي جعل المغردين يتكهنون بما سيفعله بحراسه وبسائق القطار أيضا باسل يقول في هذه التغريدة معلقا على تأخر القطار يقول أنا محل السائق بضلب روسيا وبطلب لجوء سياسي أماني بركات تغرد يا حرام كيف تشوفوا الرعب بعيون الحرس المرافقة وضلوا يتأكدوا من الممشى يلي بدوا يمشوا فوقه وهنا أحمد صلاح ماذا يقول أهو كل دحية عدم بالناس اللي في الأطرب اللي عن رصيف برئيس السكة الحديد بوزير النقل دراج المجنون رئيس كوريا الشمالية وهنا فهمي عندما أشاهد وأراقب سلوك من يحيط بالرئيس الكوري كيم جونج أونج وأرى نظرات العبيد المتكونة بشكل أساسي من الرواب المزروع في قلوبهم عن طريق القمع الذي لا يرحم أقف مندهشا كيف يمكن أن يصل البشر إلى هذا الذل المهين زيارة الزعيم الكوري لروسيا تضمنت لقاءا جمع الزعيمين طبعا وكما نشاهد في هذه الصور التي أقيم فيها اللقاء جلس مسؤول البلدين على هذه الكراسي البيضاء لم يكن فقط حديث الزعيمين هو المهم في هذا المشهد لكن ما سبق لحظات جلوس الزعيم الكوري على هذه الكراسي البيضاء بلحظات سنريكم ما الذي قام به الحراس أنسب اهتمام المغردين أيضا على كرسي الزعيم الكوري الشمالي والسبب هو هذه الصورة المتداولة التي ظهر فيها حراسه وهم يسرعون في التنظيف الكرسي قبل بداية القمة كل ما في هذه الزيارة استرعى اهتمام المغردين والمتابعين على ما يبدو حيث تنقلوا فيديو لتبادل الهدايا بين الطرفين واستغربوا هدية من الرئيس بوتين لضيفه وهي مجموعة من حملات لكؤوس الشاي تستخدم بشكل تقليدي لشرب الشاي الساخن في القطارات في روسيا وأهداه أيضا سيفا قوقازيا تم اظهر في هذه الصورة أما كم فما الذي قدمه لبوتين قدم له قطعة نقدية مقابل السيف المهدى له تعبيرا عن الفدية المسبقة لأي خلاف قد يقع بين الجانبين بحسب التقليد الروسي رد بوتين القطعة النقدية إلى الزعيم الكوري الشمالي وأعطاها لكم مرة أخرى ثم أهد الزعيم الكوري الشمالي الرئيس الروسي سيفا كوريا بدوره تبادل السيوف بين الطرفين